تحياتي سوق انتقالات 23 كان سوق نشط للغاية الانجليز صرفوا فيه كثير والسعوديين دخلوا على الصورة وكانوا ثاني اهم دوري استثمار معظم الاندي الكبرى دخلت وخلصت امورها عارفة اهدافها اكملت صفوفها كانت سوق جميلة اتحرك فيه الجميع بشكل مفهوم وربما مستثناء ريال مدريد اللي قرر يدخل ناقص بالتأكيد ورغم هالنشاط الكبير في السوق كان فيه اسماء موهوبة الاسماء منتوقع الاندي تضغط وتقتل نفسها عشانها لكن هالشي ما صار وظلوا اللعبة بانديتهم مين هم من هدول اللاعبين في توب فايل اللي اليوم حتكون اسمحوا لنا ست لاعبين نسيوهم في سوق الانتقالات 23 بنبدأ مع فلوريان فيرتز لعب لفاركوزن واللي بيوصفوه كثير المان بانه ابرز موهبة المانية عندهم فيرتز اصيب بالرباط الصديبي زي ما بنعرف قبل فترة لكنه رجع الموسم الماضي وبدأ يلعب بشكل جيد وبدأ هالموسم قبل اغلاق السوق الصيفي بشكل قوي للغاية اثبت فيه انه لمسته وجودته لسه موجودة فيرتز عمره 20 سنة كان فيه توقعات انه بايرن مينيخ يتحرك لأجله باب انه معروف دائما انه بايرن بتحرك للمواهب في ألمانيا بس هالمرة في هذا الصيف قيل انه مانشستر سيتي درس فكرة التعاقد معه وهناك اندي انجليزية اخرى كانت تتحاول تفكر فيه لكن ولا واحد فيهم دق الباب على ليبركوزن والان ممكن هالاندي يتندم لانه فيرتز بادئ بشكل جيد فلو كمل الموسم بشكل جيد واخذ ليبركوزن لرقب منتظر من سنوات على الاغلب سعره رح يتضاعف فلو كان سبعين ولا ستين مليون هذا الصيف السنة الجاي رح تحكي بمية وعشرين ومية وثلاثين هذا اللاعب الاول اللاعب الثاني كان بي فياريال يريني بي لوم من ابرز الاجنحة في الليجة اخر سنتين ولاعب اصبح دولي في اسبانيا رغم انه عمره واحد وعشرين سنة لكن لما تلعب ضده بتحس بوجوده دوما انه لاعب مزعج قادر يخلق الايدفاع سريع مهاري بيعرف يسجله بيعرف يصنع ارتبط اسمه بفترة بريال مدريد دون تحركات رسمية وكذلك الاندي الانجليزي تقريبا كلها اشترت اجنحة بس ولا واحد فيهم حاول يجيب ياري ميبينو متوقع صيف 24 يكون صيف رحينو والروح على لاعب ثالث بدوري بحب يشتري اللاعب بسرعة الدوري الانجليزي وبيتكلم عن ايزي لاعب كريستل بلس موسم 2021 تعرضت فيه لاصابة بوتر اكيلس اثرت عليه كثير في ذلك الموسم والموسم اللي بعده بس الموسم الماضي اصبح نجم كريستل بلس اللي انقضهم فعليا من الهبوط وكان لاعب خط وسط وهداف الفريق هذا اللاعب تم تكريمه واستدعائه للمنتخب الانجليزي واصبح لاعب دولي ولليوم فيه مطالبات بالاعلام الانجليزي انه يلعب دور اكبر بالمنتخب لانه بيعطي كثير وبيتحرك كثير وبيضحي كثير من اجل الفريق ارتبط اسمه بتشيلسي دون تحرك حقيقي كان متوقع انه نادي زي توتنهام ونيو كاسل يجلبوه لانه ميو كاسل محتاج لاعبين اكثر عشان بلعب بدور الابطال ومحتاج مصادر تهديف اكثر عشان يقاوم وتوتنهام كان محتاج لاعب اضافي في خط الوسط عشان يكون مع مادسون ويساعد الفريق لكن استمر مع كريستل بلس والجميع الان خايف انه يمضي بطريق ويلفريتزاها اللي دائما بنسمع فيه اهتمام بس ما فيه عروم فيه لاعب اخر تحرك له فريق لكن لم يكن فريق اوروبي كما كان مقرر منتكلم عن جابري فيجا لاعب سلتا فيجو انا عملت حلقة كاملة عن فيجا لانه كان لاعب مرتبط بريال مدريد وبرشلونا وكان الكلام ريال مدريد حيدفع قيمة فسخ عقده وبعدها برشلونا حاول يتدخل ويرضي سلتا فيجو باي حل لكن ايضا ربطوا اسمه باندي كبرى بانجلترا منها ليفاربول واعتبروه احد اللاعبين اللي براهن عليهم كلوب لتعديل خط وسطه لاعب كان مفيد جدا بخط الوسط بلاعب ممتاز بضبط الرتم بالتسجيل وبالصناعة غريب جدا الاندي الاوروبية كيف ترددت تتحرك لأجله نابولي تحرك وكان ممكن يحسم الصفقة قبل ما الاهل السعودي يصدمه ويدفع قيمة فسخ العقد ويحصل عليه وينقله لدوري روشل ربما فيجا فكر بشكل مختلف قالك بروح علعب سنتين ثلاثة وبعد ذلك أنا حرجع ألحب في إسبانيا وأثبت نفسي مرة ثانية ريهان مختلف من فيجا لكن بالتأكيد الريهان الغريب كان من الاندي الكبرى اللي أهملته تماما كما جوناثا ديفيد مهاجم ليل واللي بنسمع عنه إنه زمان واللي سجل الموسم الماضي 14 هدف من دور ركلات جزاء مع ليل طبعا هو سجل فوقهم 10 من ركلات جزاء فسجل 24 هدف واللي دائما اسمه بيرتبط بأكبر الفرق بأوروبا لكن دون حراك وفي الصيف الماضي ارتبط اسمه بميلان دون عرض رسمي ورئيس نادي ليل قال وصلنا اهتمام فيه متأخر جدا بأخر 48 ساعة ولا يمكن تعويض مهاجم مثل جوناثان في 48 ساعة نحن نتكلم عن اللاعب إنه سنتين بنسمع اسمه في كتير أندي كبرى لأنه كل الأندي الكبرى كانت تحاول تشتري مهاجمين لكنه ما زال بليل الفرنسي ولازم أختم عن اللاعب عدم التحرك لإله كان صدمة لأنه هذا اللاعب حقق الشيء المنتظر من أيام ماردونا لقب الدوري لنابولي فيكتر أوسمين واللي أظهر قدرات خارقة بالتسجيل والتفوق على إحصائيات الأهداف المتوقعة بشكل رهيب ضمن الأفضل بأوروبا بلا منازع واللي كان بالمنطق ضمن أفضل ثلاث مهاجمين بأوروبا السنة الماضية لكن ولا واحد حاول يسرب خبر أنه بدي يدفع عليه أو بدي يشتريه بل بالعكس جدد عقده مع نابولي لما تقرأ وتحاول تفهم شو اللي صار بقولك كل الأندي جسة نض وفهمه من أول يوم أنه نابولي ناوي يطلب 200 مليون وإطلع والرقم كبير وجايد كأس أفريقيا وأوسمين رح يشارك فيه فالأندي قررت ربما تنتظر موسم ما في أمم أفريقيا تنتظر 24 25 عشان يضمنوا يلعب موسم أول ممتاز معهم ويستقر بعد أن يبلشوا يتناقشوا في أمور كأس أمم أفريقيا أوسمين تجديد عقده كان من أكبر صدمات السوق وعدم تحرك الكبار لأجله كان أيضا صدمة مهمة جدا هذه قائمة لعبين أنا شخصيا كنت متوقع الأندي الكبيرة تتحرك لأجلها لكن هالشي ما صار احكوا لي من في لعبين أيضا كنتوا تتوقعوا عروض لأجلهم بس لعبين يكونوا بأندي متوسطة يعني لاحظوا إحنا ما رحنا على أكبر الأندي في العالم وأغناها رحنا على الأندي قدراتها الشرائية محدودة ويمكن الشراء منها خبروني في التعليقات كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله